تجيبوا طلالة للنادي الأهلي في كل الألعاب عشان كده هنروح لإستاذ التيتش تاني الزميل أحمد سمير معاه كابتن أحمد الجرحي مدرب عام فريق كرة السلة الزبط زميل عزيز إبراهيم المنيسي وطبعا الزملة كلهم في الستوديو مرة تانية بجدد ترحيب بكم وبكل الحقيقة مشاهدي قناة النادي الأهلي معانا النهاردة كابتن أحمد الجرحي المدرب العام الفريق الأول للباسكت مساء الخير كابتن أحمد ومبروك طبعا على الحفلة النهاردة والتتويج بالنجمة العشرة مساء النور طبعا برحب الأستاذ إبراهيم وكل الناس اللي في الستوديو يعني النهاردة بصراحة حفلة رائعة بتبين مدى عظمة النادي الأهلي والاحتفال بفرير كورة والبطولة العشرة يمكن مش العشرة بس يمكن بطولات كتير قوي اللي فاتت كورة وكانش فيه وقت ان النادي يحتفل بيها الاحتفال النهاردة لعيبة والجهاز يستحقوا وجماهير قبل اللعيبة والجهاز يستحقوا بصراحة سعداء جدا بالحفلة وطبعا كان مجلس إدارة حريص أنه يدعو كل الأجهزة الفنية لكل الألعاب لأن كلنا فعلا الكورة الكضم بالذات جوة النادي الأهلي لها وضع خاص ولها فرحة من كل الألعاب كاس عندتنا شوية يعني غيبت شويتين ما وإحنا ما تعودناش على ده في العشرين سنة الأخيرة كنت متوقع التسعة والعشر إيجوا وراء بعض والله إن شاء الله متوقع 11 كمان إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وأعتقد أنه الفريق عمل تدعيمات كويسة سنادي تسمح له إن شاء الله يبقى يحافظ على اللقب اللي حقا بصراحة طبعا يعني الفريق عمل تدعيمات على أعلى مستوى ويا رب بقى الأيام اللي جاية كمان نلاقي إن الجماهير بدأت تعود حتى لو بعدد بسيط هتلاقي النادي الأهلي والله يسمعين في الموضوع ده خير يعني حاسينهم مفترض هترجع الجماهير تدريجيا إن شاء الله طب طب مننا على البسكت نستغل برضو وجودك معنا ونتطمن أكتر على وجوستي انسجم دخل في التفاصيل آرى الإمكانيات بتاعت فرقته يعني ندي فكرة برضو الجمهور النادي الأهلي طبعا مستر جوستي طبعا عارف إمكانات الفرقة وعارف كل اللعيبة في قطاع الناشئين في الدرجة الأولى لأنه هو اتفرج على كل المرشات سواء قطاع الناشئين أو درجة أولى السنة اللي فاتت هو في مصر وطبعا مبسوط جدا هو في نادي الأهلي الراجل المدرب على أعلى مستوى بشغال كويس جدا بأنه شهر وشوية مع الفريق بنلعب دلوقتي في بطولة منطقة الكاهرة دي بنعتبرها يعني في البري سيزن كده بعينكم ومشوفكم على شاشة الأهلي على طول طبعا يعني هنلعب آخر الشهر إن شاء الله البطولة العربية وإن شاء الله خير وإن شاء الله يكون موسم مميز نادي أهلي في البسكت ونمشي على نهج الكورة إن شاء الله إن شاء الله نورنا في السوديوهاتنا في المدينة بقى نحتفل إن شاء الله بأول بطولة يطابق بيها فريق البسكت في الآن بإذن الله إن شاء الله فاشكرك وببرك لك ألف مبروك لك ولينا كلنا مرسي يا كابتن أحمد كابتن أحمد الجرحي طبعا مدرب العام لفريق البسكت وكل التوفيق اللي نجمنا في كل الرياضات مستنيين موسم حافل ومستنيين حقيقة ويمكن الإدارة ما بخلتش أبدا مش بس على يمكن جمهور الأهلي يحس أكتر بالمركات وبتاع كورة القدم لكن الحقيقة في كل الرياضات في الهاندبول في البسكت في الفوليبول في كل الرياضات كان فيه تدعيم سواء على مستوى الأجهزة الفنية أو اللاعبين إن شاء الله يكون موسم ناجح للنادي الأهلي في كل الألعاب والرياضات نرجع لكم مرة تانية في استوديوهاتنا في مدانة الإنتاج الإعلامي